كونفيو اي كونفيو اي هو وجهة رسوميات تقدر انك انت تستخدمها على الجهاز بتاعك بتحميله عشان تولد صور باستخدام الذكاء الاصطناعي خاصة تشغيل نمازج الستيبول ديفيوجن وليه الستيبول ديفيوجن؟ لانها بتشتغل بسلاسة كبيرة والكونفيو اي في الاساس مخصص لتوليد هذه الصور باستخدام الموديلز الخاصة بالستيبول ديفيوجنز علشان كده افضل الموديلز اللي انت ممكن تشغلها على كونفيو اي هي الستيبول ديفيوجن موديلز واي نموذج تاني البنية بتاعته متوافقة مع بنية استيبول ديفيوجن اللي بتعتمد على خاصية الانتشار بشكل عام النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كونفيو اي لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي على الجهاز بتاعك من غير ما تحتاج تروح لأي موقع وبشكل مجاني وطبعا النمازج اللي احنا نستخدمها هي النمازج فقط المفتوحة المصدر متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير معاكم مروة سليمان وفيديو جديد على القناة وان شاء الله تستفيدوا من فيديو النهاردة حاولوا تركزوا معايا كويس جدا هاتوا كوباية القهوة بتاعتكوا او كوباية الشاي وابتدوا كده اقعدوا ركزوا معايا خطوة بخطوة عشان حنشوف النهاردة مع بعض ازاي نحمل كونفيو اي وازاي نستخدم كونفيو اي وازاي النهاردة ان شاء الله حنولد مع بعض اول صورة بالذكاء الاصطناعي ونهاردة حنشوف ازاي نحمل كمان النمازج اللي احنا هنستخدمها على كونفيو اي وإيه المناسب والفورمات المناسب لهذه النمازج يلا بينا ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نبتدي مع بعض أول حاجة نسبت Conf UI على الجهاز وطبعا تحميله هيكون موجود بشكل مجاني على جيت هاب حطيلك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وبإني بستخدم Windows Operating System ومعظمنا بيستخدم Windows Operating System هروح أحمله من Windows Portable Package طبعا هو موجود ومتاح على الويندوز وعلى الماك يعني أيضا تقدر تحمله على الماك حطيلك أيضا الرابط الخاص بتحميله على الماك في الوصفة أسفل الفيديو لكن أنا هنا بركز على تحميله على الويندوز وطبعا شكله قد يكون للبعض حتى أنا بالنسبة لي أول ما شفته حسيت أنه هو يخض شوية يعني الواجهة بتاعته معقدة ولكن الموضوع محتاج من أنه نركز وإن شاء الله بإذن الله موضوع التعقيد ده بمجرد ما هتولد أول صورة هتحس إن أنت لأ ارتحت يعني والموضوع مش معقد قوي زي ما أنت كنت متخيل هنبتدي أول حاجة ندوس على Windows Portable Package علشان نبتدي نحمله ب Direct Link to Download يعني أنت أول ما حدوث على Direct Link to Download حيبتدي تحمل معاك حينزل كذيب فايل حتبتدي تعمل Extract لكذيب فايل وحواليك بعد ما تعمله Extract حيكون الشكل عامل إزاي أو الملفات اللي جوه شكلها عامل إزاي طبعاً لو أنت مركز معي دلوقتي في الفيديو حتسألني وتقول لي أنا أروح على طول كده أنزل Conf UI مهما كانت إمكانيات الجهاز بتاعي حقول لك لأ طبعاً في Minimum Requirements تقدر أن أنت تنزل بيها Conf UI ويشتغل معاك بشكل جيد وفي Recommended Requirements يعني متطلبات تفضل تكون موجودة في الجهاز علشان يبتدي أن هو ينزل معاك ويشتغل كويس جداً على الجهاز طبعاً هو بيسابورت كل الأوبريتنج سيستم وكل جي بيو ستايبس كل أنواع جي بيو ودي حاجة من الحاجات الكويسة يعني لو كانت الجي بيو بتاعك نيليديا وامدي أو أبل سيليكون أو أنتل هيشتغل معاك أقدر أقول لك لو أنت بالنسبة للمعالج بتاعك Core i5 هيشتغل معاك دل Minimum Requirements يعني أقل من Core i5 بالنسبة للCPU مش ال جي بيو أنا بكلم عن الCPU الCPU هيكون الموضوع شوية صعب لكن أنت لو عندك Core i5 هيشتغل معاك دل Minimum Requirements طبعا لو أنت عندك AMD Ryzen هيشتغل معاك كويس جدا بالنسبة للجي بيو فطبعا نيليديا RTX هتشتغل كويس جدا ولكن يفضل طبعا أن الجي بيو بتاعتك تكون عالية هحط لك Requirements تحت في الوصفة أسفل الفيديو بالنسبة لي الرام أقل حاجة 8 جيجا بايت بصراحة عشان يكون معاك واقعية طبعا لو كانت 16 جيجا بايت هيكون الموضوع أفضل وأحسن أنا حاليا شغالة بنيفيديا RTX 4060 جي فورس طبعا وهي شغالة معايا بشكل جيد إلى حد كبير بشكل عام يعني أنا هكتب لك Minimum Requirements تحت في الوصفة أسفل الفيديو أقل المتطلبات في الجهاز علشان برضو تبص عليها قبل ما تحمل Conf UI هنا حيقول لك أيضا بالنسبة ل Image Models المناسبة واللي تشتغل بسلاسة مع Conf UI لأن انت حتحتاج تحمل النماذج اللي انت حتشغلها وطبعا في الأساس Stable Diffusion أكيد فيه كمان Flux وفيه كمان Lama Image 2.0 وفيه كمان Laura أعتقد ممكن كمان تشتغل يلا بينا بعد ما نزلنا الملف بتاعنا على الجهاز وعملنا له Extract يعني كان ملف مضغوط وابتدينا أن احنا نستخرج هذه الملفات الموجودة بوا وحنشوف شكل الملفات موجودة مع Conf UI حتكون شكلها عامل إزاي يلا بينا هنا الملف لما نزل كZ File وهنا أنا عملت له Extract فبقى بالشكل ده هبتدي أن أنا أضغط عليه هرجع أضغط مرة تانية هلاقي الملفات الموجودة عندي مهم جدا تعرف أن انت عشان تعمل Run لـ Conf UI كل محتاجه أن انت تدوس على Run NVIDIA GPU وهنا أول ما هتدوس على Run NVIDIA GPU بالمنظر ده هنا هيفتح معاك Comment Window بالمنظر ده كده اللي هو الواجهة الخاصة به الأوابر اللي هي UnderDOS أو CMD وهنا أنت بتسيبها لوحدها تماماً تبتدي أنها تحمل البرنامج ما بتجيش جنبها خالص كل عليك أن أنت تعملها Minimize من هنا وتسيبها تنزل تحت بعد كده هتلاقي الواجهة الخاصة بـ Conf فتحت معاك بالشكل قدامك ده هي عبارة عن الواجهة عبارة عن عقد دي العقد اللي بقولك عليها اللي هي المستطيل اللي انت شايفها قدامك دي كلها عبارة عن عقد بيسموها Nudes أو عقد هنا Load Checkpoint اللي بيتحمل فيه نموذج اللي انت هتروح تختاره من هنا وتشتغل عليه طبعاً أنا عندي هنا نمازج نازلة لأن أنا قردي حملت نمازج ولكن انت هقولك ازاي تحمل نمازج وهنا ده الجزء اللي انت هتحط فيه التكست هنا Positive Prompt أو الأمر الأساسي وال Negative Prompt الحاجات اللي انت مش عايز تظهرها في الصورة وعندك هنا حاجة اسمها Empty Latent Image حط فيها بقى Width والHeight الطول والعرض وخط بالك من حاجة كل نموذج هتنزله يفضل إنه يكون يشتغل يشتغل بأبعاد معينة للصورة لأنه تم تدريبه على هذه الأبعاد عشان ما يحصلش ديك مثلا انت تلاقي حاجات غريبة أو Deformation داخل الصورة تلاقي مثلا الصورة كأن مثلا الحاجة متكررة مرتين العنصر متكرر مرتين فلازم نلتزم بطريقة اللي تم تدريب النموذج عليه فيه هنا الجزء المتعلق بقى بالSeed وفيه حاجة اسمها CFG والCFG مدى التزام النموذج بالأوامر نفسها كل نموذج بكله Sitting معينة بتزبطها لما بتيجي تشتغل عليه ده هنا Default Sitting زي ما احنا شايفين وهنا Decoder اللي بيتم فيه عملية شفير وهنا في الآخر خالص الصورة بتظهر معين فيه هنا ال Queue وال Queue هنا ال Queue Workflow لو انت شغال على كذا أمر أو شغال على كذا حاجة بتبقى في صف وبيتم التنفيذ بناء على الحاجة القديمة للحاجة الأحدث ده المقصود بال Queue وهنا انت بالماوس بتقدر انت تعمل زوم إين وتعمل زوم آوت طبعا فيه Drag & Drop بتقدر تحرك النود وفيه عندك الخطوط اللي انت شايفها بين النود والنود البيانات بتمشي فيها من نود لنود وبتبتيج تتنفذ بتبقى بالترتيب كده دلوقتي احنا عايزين نشغل الموذل عايزين يبقى الموذل الموجودة عندي في الـ Checkpoint الـ Checkpoint اللي بيتحمل فيه الموذلز لو بصيت هنا هتلاقي ان انا عندي مثلا 2 موذلز اقدر ان انا ابدل ما بينهم طيب اروح اجيب منين الموذلز دي فيه موقع من المواقع اللي اعتقد ان انا تناولتها من قبل اسمها CVT AI الموقع ده بيكون فيه كل الموذلز المفتوحة المصدر هنا لو انا رحت ليه الموذلز طبعا سجل فيه بالجوجل اكاونت مثلا خش هنا على الموذلز هتلاقي فيه كل انواع الموذلز انا افضل ان انت دايما تروح لي الفلتر ده من وجهة نظر يعني ان انت تختار النمازج من الفلتر ومن الفلتر تبتدي تختار مثلا النمازج اخر month اخر week انا اختار اخر week وهنا early access el-onside el-made onside انا ممكن اختار التلاتة وبالنسبة للموذل types ممكن اختار الtypes بتاعتي اختار نوع الtypes بتاعتي ممكن اخليها لورا مثلا هنا el-based model اللي متضرب عليه زي ما قلتلك يفضل ان انت تشتغل على النمازج البنية بتاعتها ايما على stable diffusion او نفس البنية بتاعت stable diffusion فانا افضل ان el-based model يكون stable diffusion علشان يشتغل معاك على conf UI بسلاسة وما توجهش اي مشكلة متضيه مهمة جدا 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 نفترض ان هو ده الموذل اللي انا هستخدمه وهو موذل stable diffusion XL حاطلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو هبتدي من هنا احمل الموذل الموذل ده بيدي تفاصيل عالية في التعبيرات الخاصة به الوش وحبتدي ادوس على download علشان احمله عندي هيتحمل عندي اعتقد هيكون الحجم بتاعه صغير 218 ميجا بايت وحنشوف استخدامه داخل comfy UI النموذج اتحمل عندي على الجهاز هو ده النموذج هاخده كده control X هاخده cut علشان احطه داخل comfy طب احطه فين داخل comfy هبتدي اروح للفولدر الخاص به comfy هدوس عليه وحبتدي اروح للفولدر الاساسي comfy UI وحدور على المودلز هدور على فولدر اسمه مودلز هفتحه هلاقي حاجة جواه اسمها checkpoints هفتح اللي checkpoints فاكرين اللي checkpoints لما قلت لك النمازج بتتحمل جوا اللي checkpoints هبتدي دوس control v او paste او نسخ ده المودلز واخد لك من حتة مهمة جدا الفورمات الخاص بالمودل او النموذج اللي بنزله الافضل او يفضل يكون safe tensors او ckpt وهنا لو خدت بالك ده الفورمات علشان يشتغل بشكل ثالث مع ال comfy UI حطلك الفورمات ايضا في الوصفة اسفل الفيديو عشان تكون عارف هذه الجزئية بعد كده هبتدي ان انا احمل comfy مرة تانية عشان يفتح معي بعد كده هبتدي اعمل run تاني لي comfy عشان يشتغل معي كنت قفلت الواجهة فهروح هنا مرة تانية ادوس على run video jpu وانصحك نصيحة ان انت تعمل short cut لي على disk كتاب بدل ما كل شوية تخش جو comfy علشان خاطر تعمله run فهنا انا هدوس عليه عمل run على طول فتح لي cmd وحمل البرنامج وادي الواجهة اللي انا هشتغل عليها واجهة comfy ui هنا هيكون النمازج اللي انا بحملها النموذج هو النزل عندي اه البرفكت انا هنا كنت بوريك ازاي طريق التنزيل للنموذج ولكن انا في نمازج تانية عايز اجربها في نمازج ممكن ما تشتغلش معاك تبصت لقي فيها error يقول لك fix this وحصلت معايا يعني في التجربة كتير انا هستخدم النموذج ده اجربه معاكم ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي ده الموذج انا بس حبيت وريك الموذج اللي انت بتنزلها بتكون موجودة فين هنا بتبتدي تحط الامر اللي انت عايزه وهنا ال negative prompt اللي انت مش عايزه يكون موجود زي وزي 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 مش عايز اي في الصورة وهنا هبتدي ازبط ال 512 كل نموذج بكل يعني يفضل انت تزبط حتى في الطول والعرض لانه بيبقى مدرب على صور معينة بابعاد معينة لكن احنا هنا هنسيب كل حاجة زي ما هي مش هنلعب فيها وحنشوف بعد كده في فيديو تاني ازاي ممكن احنا نجيب الخاصة بالموضل ونبتدي نزبط على حسب النموذج اللي احنا هنستخدمه داخل conf ui هنا بالنسبة لل k-simpler زي ما قلتلك ال-seed وال-cvg مدى دقة تعامل مع نماذج البكاء الاصطناعي الانتاج الصور وهنا بالنسبة لي decoder اللي هو بيشفر وحبتدي ادوس q هنا اول ما تلاقي دي بقلونها اخدر تعرف كده ان انت ماشي بشكل صحيح وحددوس تلاقي النود اللي بعدها او البلوك اللي بعده بقلونه اخدر هنا النموذج هو بيشتغل زي ما انتوا شايفين وعطاني في الاخر الصورة هنا ازوم in realistic photo for middle age man with brown eyes مش براون اوي ولكن ممكن نجرب نعمل حاجة تانية ممكن نقول realistic photo focus on face of little boy with brown hair تعالا كده ندوس q تاني تم انشاء الصورة زي ما احنا شايفين انتجت بسرعة كبيرة جدا ودي بالنسبة للميزة الخاصة بconv ui سرعة ومرونة نزل اي موضل انت عايز ايه الموضوع اللي ممكن يكون شوية مش عايب مش عايز سامية عيوب يعني ولكن التعامل مع work flow بقى كبير وممكن يكون الموضوع بعد كده ممكن يبان انه هو معقد شوية ولكن نهار نهار موضل فالنه ستجد ايه موضوع الان انتجه بواسطة conf ui تقدر تنشئ براحتك عدد لمحدود من الصور زي ما أنت عايز داخل Conf UI وحتكون موجودة عندك في الأوتبوت اللي أيضاً موجود داخل الفولدر بتاع Conf UI وبكده نكون وصلنا لنهائية فيديو النهاردة ده كان كده يعني فيديو للأساسيات التعامل مع Conf UI أنا بتعلم معاكم الجزئية دي حاولت الجزء اللي قدرت إن أنا أهضمه أو أفهمه أطلع أتكلم معاكم فيه الجزء ده كان لاز كتير جداً طلبته مني وحبيت إن أنا فعلاً أنا من زمان أوي عايزة أدرسه أكتر وأفهمه أكتر وبرضو أيضاً كنت أحب إن الـ requirements بتاعة الجهاز عشان تساعدني أكتر في تشغيل مثل هذه البرامج فأتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وفيديو النهاردة عجبكم وعايزنا نكمل في هذه الجزئية وحاسينها مفيدة يريد تكتبولي فيه التعليقات وإن شاء الله حنستمر في المزيد من التعامل مع Conf UI من ناحية بعد كده نخش في حاجات أكثر شوية advanced شوية أو متقدمة شوية أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقول لكم في نهاية كل فيديو وانتنساش تعمل Subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر